دولة الإمارات العربية المتحدة الحقيقة لا تألو جهداً للقيام بأدوار عظيمة في هذه الحرب الدائرة الآن في قطاع غزة طبعاً لما بقول دولة الإمارات والرئيس الإماراتي محمد بن زايد وبقول أدوار عظيمة وبقول إنها بتعمل يعني جهد مشكور الحية أكيد حضرتك عرفت بتعمل الدور ده تجاه مين صح؟ يعني الإمارات ودور عظيم يبقى أكيد الطرف التاني مين؟ هل فلسطين مثلاً هل قطاع غزة؟ أكيد لا الإمارات عظيم يبقى تجاه إسرائيل على طول يبقى الإمارات بتعمل دور عظيم تجاه إسرائيل في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تعالوا نشوف الخبر مع بعض تشغيل جسر بري بين ميناء حيفا ودبي مروراً بالسعودية والأردن لتجاوز تهديدات الحوثيين تقرير لموقع عربي 21 بيقول أن وسائل إعلام عبرية قالت أن الإمارات ودولة الاحتلال وقع اتفاقاً لتشغيل جسر بري بين ميناء دبي وحيفا مروراً بالأراضي السعودية والأردنية بهدف تجاوز تهديدات الحوثيين بإغلاق الممرات المناحية الرئيس التنفيذي لشركة تراكنت الإسرائيلي اللي بدأ بتشغيل الجسر البري حنان بيردمان آل النسفينة التي تبحر من الإمارات إلى ميناء حيفا تستغرق أسبوعين لكن مع نقل بري بالشاحنات يمكن الوصول إلى حيفا في أربعة أيام الإمارات موجودة يا جماعة عشان الاحتلال الإسرائيلي يعني محمد بن زايد ومنصور بن زايد وعبدالله بن زايد وآل زايد جميعاً هم موجودين أصلاً لخدمة إسرائيل هم موجودين عشان مصلحة إسرائيل مصلحة الاحتلال الجماعة مطبعين في اتفاقية أبرهام الجماعة علاقتهم ممتدة ووثيقة مع دولة الاحتلال يموت الشعب الفلسطيني يقتل الفلسطينيين في قطاع غزة الإمارات مالها وما للكلام ده الإمارات عندها اتفاقية مع إسرائيل مع الاحتلال الإسرائيلي اتفاقية أبرهام وابتالي لما إسرائيل تتزنق في باب المندب أو في البحر الأحمر الامارات تتحرك فورا من اجل جسر بري يربط ما بين ميناء حيفا ودبي عشان يوصلوا لهم البضائع ووصلوا لهم الحاجة اللي بيتغزوا بيها وبيحتاجوها عشان يبعتوها للجيش عشان يقسل اخواتنا في فلسطين لذلك الامارات تقوم بدور حقير تجاه الشعب الفلسطيني ولكنه دور عظيم تجاه الاحتلال الاسرائيلي عشان برضو نقول الروايتين يا جماعة برضو المهنية تستدعي ان احنا نقول الكلام ان الامارات تقوم بدور عظيم تجاه الاحتلال الاسرائيلي ولكنه دور من احط واحقر ما يمكن تجاه الشعب الفلسطيني نقطة من اول السطر خد المنشدة لو عايزه وخد المنشدة لو عايزه اهو عشان بس الناس كلها تبسط يعني نشوف واشنطن بوست بتقول ايه الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها يجرون محادثات بشأن قوة عمل بحرية لحماية الملاحة في البحر الاحمر بعد هجمات الحثيين قالوا ان هم بيشتغلوا على قوة بحرية مشتركة بعد اصابة ثلاثة سفن بصواريخ اطلقها الحوثي جيك سوليفان مستشار الامن القومي الامريكي قال ان امريكا في محادثات مستمرة مع حلفائها عشان يشوفوا اللي بيحصل في باب المندب وفي البحر الاحمر الكريزة بقى في موقف الامارات من الاحتلال الاسرائيلي يا جماعة جاء على لسان المتحدث باسم الاحتلال الاسرائيلي وباسم الحكومة الاسرائيلية اعتقد اسمه عفير جندلمن بينصح الفلسطينيين لماذا لا تكونوا مثل مثل مين حزر فزر مثل مين اكيد مثل الاماراتيين نتابع بالسلام والاستقرار والازدهار لانه لن يكون هناك لماذا لن تعيشوا ايها الغازيون مثل الاماراتيين ليه يا جماعة صحيحة ما تبقوا زي الاماراتيين ما العالم كله يا اخواننا يبقى زي الاماراتيين ويعيشوا في سلام وامان يعني يعرف انت تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنت وخلاص الامارات جميلة نموذة جميل الازدهار السلام والابراهام والكلام الحلو ده كله ليه الفلسطينيين مش عايشين زي الاماراتيين ليه انا اقول لك ليه عما افير فلتذهب اسرائيل بجحافلها ولتدعو كل يهود العالم ان يأتوا افواجا الى دبي وابوظبي والشارقة وليستوطنوا الارض الاماراتية وليطردوا اهل الامارات من بيوتهم وليسكنوا بذلا منهم وليقتلوا من يعترض على ذلك وليعيشوا في الامارات لسنوات وبعدين نشوف الاماراتيين هيبقوا زي الفلسطينيين ولا الفلسطينيين اللي هيبقوا زي الاماراتيين ايه رأيك عم معفير وانت بتعرف عربي يعني ويمكن تشوف الفيديو ده مش كده يعني اعملوا بس في الامارات زي ما عملتوا في فلسطين ها وشوف الاماراتيين هيعملوا ايه هيبقوا زي الفلسطينيين ولا الفلسطينيين هم اللي يبقوا زي الاماراتيين اصلا انت مجيش محتل لناس ومحتل لشعب وبتقتل فيهم بقى لك كم سنة وبعد انت تروح تعمل اتفاق مع الامارات وقولهم ما تعيشوا زي الاماراتيين يا جماعة يعني يا عم عفير مفيش الكلام ده يعني انت اكيد فاهم يعني احتلال ويعني استيطان واخد بالك انت من الحاجات دي فاعملوا كده في الامارات طبعا معاذ الله يعني لا يمكن ان يقبل اي مواطن عربي يعني باحتلال دولة عربية لكن هو بس المبدأ نفسه فكر فيه بالشكل ده يا عفير يا جنزلمان وانت هتعرف رد الفلسطينيين